خبر اليوم أعلنت خدمة الترسل الفوري واتساب التابعة لشركة ميطا وصول ميزة التفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية بالإضافة إلى زيادة حجم الملفات التي يمكن مشاركتها مع الآخرين وقالت واتساب عبر المدونة الرسمية يسعدنا أن نشارك أن التفاعل عبر الرموز التعبيرية متاح الآن على أحدث إصدار من التطبيق ووعدت الشركة بالاستمرار في تحسين الميزة من خلال إضافة نتاق أوسع من الرموز التعبيرية في المستقبل كذلك ذكرت واتساب أن المستخدمين باتوا قادرين على المشارك أو على مشاركة الملفات التي يصل حجمها إلى 2 جيجا بايت وهي قفزها إلى من الحد السابق البالغ 100 ميجا بايت فقط واتساب أعلنت أيضا أنها ستضاعف الحجم الأقصى للمستخدمين في المحادثات الجماعية قريبا من 256 إلى 512 مستخدما في مجموعة الدردشة الواحدة وكانت واتساب أعلنت الشهر الماضي أنها تختبر خاصية جديدة أطلقت عليها وصف مجتمعات تستهدف تنظيم المجموعات في هيكل أكبر بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس وقال رئيس واتساب ويل كاتكارت أن الخاصية ستجمع المجموعات التي تضم حد أقصى 256 مستخدما تحت مظلات أكبر حيث يمكن للمسؤولين عن إدارتها إرسال إشعارات لتجمع يضم الألاف وقال إنه لا توجد خطط حالية لفرض رسوم على خاصية جديدة أو على الخاصية الجديدة التي يتم اختبارها بشكل تجريبي مع عدد صغير من المجتمعات العالمية لكنه لم يستبعد توفير ميزات خاصة للمؤسسات في المستقبل يذكر أن مارك زيكوربورغ رئيس التنفيذي لشركة ميتا قال في تدوين الشهر الماضي إن خاصية المجتمعات تتعمل خلال الأشهر القادمة وعضف أن ميتا ستنشئ أيضا ميزات ترسل مجتمعية لفيسبوك، ميسنجر وحتى موقع إنستجرام أيضا من بين المزايا الأخرى التي يعمل عليها التطبيق أو تطبيق الدردة هي تشغيل حساب واتساب على هاتفين مختلفين ولفترة طويلة كان من الممكن استخدام واتساب على جهاز حاسوب فقط إذا كان طبعا الهاتف متصلا بالأنترنت ومرتبط أيضا بالجهاز ولكنه لا يتيح للمستخدم استخدام أو استعمال التطبيق على هاتف ثانوي آخر لكن هذا الأمر سيتغير مع التعديلات الجوهرية التي يجريها التطبيق حاليا على خدمته وهو التغيير الذي كان مطلوبا منذ فترة طويلة من قبل المستخدمين الذين لديهم هاتف احتياطي محمد واتساب طبعا يستعمله الملايين عبر العالم هذا التطبيق الذي كان أثار جدلا في السنوات أو سنتين الفريطتين خاصة فيما تعلق في الخصوصية هذا الجانب الذي أثار الجدل بفتحه مجال الخصوصية وكان هذا الأمر قد أثر سلبا أظن أن مالك واتساب والمساهمين فيه قد فكروا في تحديث وتطوير هذا التطبيق من أجل الدفع بالأسهم نحو الارتفاع أسهم واتساب في أمريكا